الخبر تلقيناه أصدمة كبيرة كان صدمة لنا كعائلة للقطاعة تمويل الحفلات صدمة كبيرة أننا تشريفونات البلح من أسقل أنه ليس غير التريتور بل الأصدقاء بل جميع المستخدمين يتعينتوا البلح كل شيء مصدم وكيف يكون قارة وكيف يتقرر وكيف يخرج من الشيء قناة رسمية فبعدما مشفناه أنه خرج في اللاماب فلا ماب لدينا هي الخليطة الرسمية للحكومة المغربية فعرفنا ان قرار رسمي القرار قرار صحيح ان اخرج البارح و كنا مصدمين لان تلك اليان تصدم البارح لان الهواتف دياننا كاملين الحلافيين الجوش الليل بقيت صوني الزبناء كي صونيو المستخدمين كي صونيو الطباخة كي صونيو الفورنيسور كي صونيو صدمة كبيرة القطعة تمويل الحفلات اللي هي كنقول لك ان هالقطاع ده ربما انه قطاع عنده حد قصير فان اي قرار دائما كي تخذ انه حق قطعة مويل الحفلات اغلق قاعات و يحبسوا العراس والحفالي فها تشيرها غير معقول الزبناء 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 العربون يطلب لك احد مجموعات الحويج منها لان تريد احد نوع الكوفير و احد نوع تفيشة فانت مجبر ان تشريد الكورسي مجبر ان تشريد الكوفير مجبر ان تشريد النوع اللي السلاع اللي طالب لك فحنا باش نوفر هاد الهاد المصطلبات الزبناء دينا فحنا كان ام في سيو بليس واحد لافونس اخر لي واحد الزبون اخر بليس لك الشي اللي عدنا احنا فحنا كان شبه راسنا اننا لذلك اللي الزبونس يشدين عد الناس فينا ام في سينام في الماتريال وفي السلعات كيبال لنا انهم ممشوا هباءة منشورة كيبالنا ان الزبون الآن مضرب مئة في المئة حيان الحوت يتشرق على قبل الاعلاس اللي عدنا مور العيد كبير راح نحوطي السريقو انه السلعالي تشريد عقبل مور العيد كبير راح نحوطي محطوطت هي وحطينا عدنا في الديبو فهنا كنشوفوا راسنا اننا احنا مع الصباح ضيعين ضيعين لان القرار ما قاشنا واحد اجل معين كون قانونا غير اسبوعين فما غنضيعوش ولكنه قرار يتخذ البارح واحد قرار غير مدروس قرار السد والسلام ما قال وش نائم تقن حلو لكم او علاش هي نظرنا لنا شيفاء الحالات احنا مع مصلحة البلاد ولكن القيطاع ديالنا كان علي مدرجوه مع قيطة على مطائم والمقاهي مع ان يشدونا المراقبة كان عاود نقوله وحنا مستعدين لاي مراقبة دار يشدونا المراقبة واي تساهل درناه مستعدين ادلوا اي غرامة هذا هذا اجراء خصوية دار نهي هنا ان Ş lengي الوضوع درناه خصوية دsite vue ان يشغل سرنا اكبر من ولاة الشعب القيطاع دياننا.' راي ه كنت مع زيف ذال قطاعات، له هذه قطاعيدي ناهي هاذ الاختصال finale المدينة يضع ان من محياظ الميراج وال من غزر والمخابز والماريض والمارشية القريو الخطر الفواكي والعطار مرحي من المراقبة و Johny what used to be, واضح الوضعer نهي قوح ه whatsoever and i am says she even now عن قطاع مطاعم ومقاهي دائماً فإننا قطاع مطاعم ومقاهي يقدموا وحد الخدمة وحد الخدمة تخديم مأكولات وكذا، فلنحن نتضرجوا معهم لماذا؟ لأننا نحن قطاع خدمات، نحن نستعدين لأننا نفعل أي شيء في مصلحة البلاد نحن نستعدين لتتباع وترقاعات نحن نستعدين لنشهد إجراءات احترازية مع الزبنات ديوننا نحن نستعدين لنفعل قطاع يصمر من نهار هذا احنا المزار عدنا سنسده من هذا المزار عدنا بقش يدخل المزار عدنا بقش يدخل المزار عدنا بقش يدخل من اليوم المزار يقدر يخرج وكسر ما يدخل الخدمة ستوقف سيخالف الضوابة القانونية وهذا الشيئ راها معلوم معروف فالآن احنا نطلبه دائما نعود نطلب رئيس الحكومة يراجع القرار فهنا بزاف المموين الحفلات من الضرين وبزاف الناس المهنيين الضرين وراء هذه المسألة التي اتخذت القرارة ستضمر بيوت وقسم بلا ستضمر بيوت وراء العيدة كبيرة فمن العيب والعار أننا من العيدة كبيرة ندلو البوز بوحد الحاجة سوى أنك الهروب الأكبر وهذا العام سنقوم بقاطعة تمويل الحفلات القاطعة كما تعرف كان في العاش وبعد مجرى القرار أن تخفيف إجراءات احترازية وعطونا ترخيص بش نخدمه فالحمد لله تنفسنا شيئا ما تنفسنا والإخوان تنفسه وبدأين نقدامين والزبناء بدأوا يتوافدوا ويعطوهم الضرين والناس الذين يدخلوا فكيفاش أننا الآن 400 ألف مهاجر دخلات من الحدود قد قولنا سنسد فالمهاجر ليس جاي؟ أولا جيبها السياحة وتانيا جي دي العرس دياله ودي المناسبات دياله اللي كانت متوقفة هذه السنتين فاليوم الدولة قصد الحل مع أرباب تمو الحفلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر